موسيقى 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 أولاد وبنات كانت في الأستاذ القاهرة الحمد لله الكوس والبطولات الحمد لله على المستوى على المستوى المطلوب بالنسبة للبالي حققنا بطولة 15 سنة كومبو وحققنا بطولة 8 سنين وطلقنا تاني في 10 سنين و12 سنة وفي طولة 18 سنة عندنا 9 بنات داخلوا منتخب 15 سنة بالنسبة للغطس عندنا مهعب سلام دي كانت لعبة أولمبية في الأولمبياد الفاتو مترشح على أولمبياد توكيو 2020 خدت دهب في الغطس في مرحلة العمومي عندنا مرحلة 15 سنة ولاد وبنات حصل عليها النادي الأهلي في الغطس عندنا كورت المايا مرحلة 97 النادي الأهلي حصل عليها عندنا حاجة كثير قوي يعني أنا يحضرني لحاجات اللي أقول لحضرك عليها احنا كل أسبوع في طولة وكل أسبوع في منافسة وانتعرف ان احنا في خمس ألعاب النادي الأهلي الحمد لله بينافس جميعا عندية مصر الحمد لله 110 سنة إنجازات وبطولات في اللحظة دي وانتو اعتقد خلاص بتقربوا من ختم الموسم شايف ان السنة دي سنة استثنائية في جهاز ألعاب الماء الحمد لله أنا مقدرش أقايم نفسي بس المراقبين والناس المتابعين بالنسبة للسباحة سواء القصيرة أو الطويلة أو الغطسة أو البليئة أو كورت المياه هم اللي يقايمونا بس أنا عايز أقول لحضرك على حاجة إحنا الحمد لله في السباحة مثلا من 16 كاس آخر بطولة حصلنا على 14 كاس فما يعني معرفش بحضرك تقيمها إزاي بس الحمد لله يعني ده إنجاز وإحنا بنوعد الناس الفترة اللي جاية هيبقى إن شاء الله بمشيت الله البطولات أكتر وحنحافظ على المستوى وبل عن هنتقدم بيه إن شاء الله بمشيت الله البعد بيعتقد إن أي حد بيعمل في منظومة بيبقى كموظف لكن في النادي الأهلي أنا حتى بلمس ده على المستوى الشخصي بشوف إن الموضوع مختلف بتحبوا المكان بتحبوا الكيان بتحبوا إنك تعملوا انتصارات وبطولات للمكان ده الجمهور محتاج يعرف إنتوا إزاي بتشتغلوا داخل النادي الأهلي وإزاي بتشتغلوا ضمن هذه المنظومة عشان في الآخر الناس بتشتغل بحب مش بتشتغل كموظف أو بيشتغل في مكان بيعتبر إنه مثلا بياخد مرتب أو بيحاول حاجة هو موجود فيها وخلاص وأولا عزي أسكر لحضرتك إحنا تربينا على الناس اللي ربونا عليه إحنا كنا مشوف الناس الربونا كانوا بيعملوا كده لأن إحنا يعني لازم أنوه النقطة مهمة إحنا كنا ترعين من المياه دي يعني ترعين من عباءة النادي الأهلي المعنى ده وإحنا في حمام السباح فإحنا تربينا في المكان ده وشوفنا إزاي إحنا عشان نعمل بطولات تعبنا قديه وشوفنا الناس اللي كانت تربيتنا إن إحنا نعمل بطولات تعب وقديه معنا فهو سر نجاح النادي الاهلي اننت راجل بتحب المكان من انحنا نأخذ منه نتعب ونشوف أحدث حاجه لهنا نقطه الحركة اhornديه اللي برا متنفسنا بالعكس كل قدية مصر بتنفس النادي الاهلي فإحنا لازم نتعب ونجتهد عشان نوصل ونرتقي ونحق البطولات اللي بيطلبها مننا جمهور واللي احنا تربنا عليها واللي احنا عايزين نشوفها على طول تغريدة بقى بالنسبة لكابتن وايال عزة تغريدة كابتن وايال عزة رئيس جهاز ألعاب الماء في النادي الاهلي للمنظومة الاهلوية وجمهور النادي الاهلي التغريدة او الكلمة اللي احنا تربنا عليها الاهلي فوق الجميع هي دي اللي احنا بنشوفها وانحنا تربنا عليها واللي احنا عايزين نستمر النادي الاهلي فوق الجميع في كل حاجة شكرا جابتن وايال شكرا الاهلي فوق الجميع اذا هو العنوان المخصوص او المقصود بالنسبة لانتصارات النادي الاهلي 110 سنة انجازات وبطولات هو سرها الاهلي فوق الجميع عودة من جديدة لسه جهات اشتركوا في القناة